أنا لا أؤمن بمقولة التاريخ يعيد نفسه التاريخ يتكرر بطرق أخرى لا يعيد نفس الأحداث في الـ 91 صارت منطقة حظر جوي واستطاع كردستان أن ينتعش بمنع دخول قوات صدام إلى كردستان بين الـ 91 و 2003 اليوم أكد تطورات أخرى مثلا في 14-12-2023 مرر الكونغرس الأمريكي قانون سنوي اللي يسموه NDAA اللي هو قانون تمويل وزارة الدفاع قانون تمويل وزارة الدفاع الأمريكية مو مثل البرلمان العراقي حوالي 6 ألاف صفحة 6 ألاف صفحة 750 مليار دولار 760 مليار دولار بضمن هذا القانون تخصص أموال إلى الدول اللي تساعدها الولايات المتحدة الأمريكية بضمنها العراق حلو لأول مرة لأول مرة في 14-12-2023 وأنا أعتقد أن هذه الطفلة التاريخية تم تخصيص دفاعات جوية لكردستان حلو هذا التطور أساسي ونحن اشتغلنا عليه أنا أقول لك أنا جزء من هذا العمل جزء من فريق كبير وأتشرب به لأن هذا قضية دفاع عن النفس وليس اعتداء على أي شخص ما حد يقدر يقول الدفاع الجوي حتى يحتلون كاركوك أو يحتلون موصل أو يحتدون على إيران ما حد يقدر يقول لك هذا دفاع جوي صح دفاع جوي من اسمه دفاع كذلك أنا أدفع الآن في كل اجتماعاتي بالكونغرس وحتى مع الناس مؤثرين على الحكومة بايدن أنه يجب تزويت كردستان بمنظومة صواريخ باتريوت للدفاع عن نفسه حلو زيان وهذا الشيء يسير إلى الأمام شوف اليوم بايدن وإدارة بايدن والإدارة الأمريكية بشكل عام الوضع الأمريكي بشكل عام سواء بايدن أو بالمستقبل ترامب تحت ضغط كبير هناك أعداء كثيرين لأمريكا في الشرق الأوسط الحوثين يضربوا البحر الأحمر حماس قتال مع إسرائيل حزب الله احتمال تنفتح جبه مع إسرائيل أمريكا مهددة مصالحها في العراق ثمن ثمن أريد أكرر هالكلمة ثمن التحالف الكردي الأمريكي الآن صار أكبر أكبر قبل ست شرشانت أمريكا لا تعد هذا التحالف مهم قد لا تحتاجه أو قد يكون تحالف بدرجة ثانية اليوم كل تحالف أمريكا تملكها في الشرق الأوسط أصبح إلى قيمة أكبر سوق صعد في واشنطن اليوم الكل ده يتكلم عن حاجة أمريكا ستكلم عن حاجة أمريكا